عندما أقول مكة تفرض علينا أمور يجب أن لا يغيب ذلك أبدا أول ما نتكلم فيه لماذا تعاني الإنسانية الآن في كل مكان تعاني من الظلم تعاني من التفرقة حتى عندما أقمنا هيئات وآينا فيها العجائب يعطى حق الفيت لمن يملك دبابة إذا ملك دبابة كبيرة هو مع حق الفيت يبطل القرارات من أين جاءت هذه العدالة ومن أين جاءت هذه المدنية التي يتفاخر بها الإنسانية تنتظر من ما قاله الله لنبيه في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كذاب الله تنتظر مننا نحن أتبع هذا النبي الذي يأمرنا بالإيمان ويأمرنا الكتاب بالإيمان برسل تنتظر مننا أن تستجير بنا فتجدنا حيث استجارك وعندما أقرأ الآية الكريمة في سورة آل عمران أعجب عندما يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله خذ بالك لا يتخذ بعضا أربابا من دون الله لكن الأعجب ختم الآية فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون هذه خطيرة جدا 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 لأن عندما يقول فقول اشهدوا بأن مسلمون مش معقول يشهد على أم خيبانة أو أم مضيعة أو أم تضع رأسها على أكتاف العالم وتفكي إنما يشهد على أم قائمة مؤدية لحق الله استغاست بها امرأة في يوما من الأيام وقالت وامعتصماء فلباها الجند الذين لا يتحركون إلا لإقامة العدل هذا قدر لا يغيب إن كنا نريد أن نتكلم عن مكة لا نتكلم لنعلم الناس فرائب يدرسها الرجل الأموي في قريتي إنما نعلم الناس حقائق الأمور التي تتلظى الإنسانية لتجد من يخاطبها وليقيم العدل فيما بينها هذه حقيقة لا يليق أن تغيب فلا ود أن تكون قناة كقناة أخرى اتخذت من أمور أمور معلومة للناس من الضرورة ولا يمكن تقترب من أمور تسمى عند بعض الناس حساسة بقى حساس أنا لكن أتكلم عن عدل يجب أن يقام في هيئة الأمم أو عدل يجب أن يقام في ديار المسلمين أمور ما لا عايزين تتكلم عن إيه إذا لم تتكلم عن هذه القضايا الأساسية التي يحتاجها الكبير والصغير والحاكم والمحكوم لكي توجد أمة الحق والعدل ولا تغيب هذا ما تفرضه علينا مكة إن ترى المدينة عندما جاءها الإسلام يقول العلماء بأنها فتحت بالقرآن لم تفتح بقتال ولا بحرب جاء الصحابي الجليل الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليطلق القرآن إلى المدينة إلى المدينة من هو؟ مصعب بن عمير مصعب بن عمير وكان عجبا مصعب يعرف ما كان عليه في مكة سراء وجمال وإلى آخر من الأمور التي يفتن بها الناس ولكن أول ما أمر بأن يعود بعد ليعطي كان في بداية الأمر المسلمين عدد قليل اليوم اللي أسلم فيه الصحابي الجليل الذي جاء إليه ما كان يطلب الإسلام إنما قيل له أن مصعب موجود ويلتقي بالمسلمين في المدينة لقيه ليعرف ما الذي جاء به ووجد منه الغضب في تجايي غاضب وضع سلاحه واستمع إلى مصعب بن عمير يكلمه يذكر الرواب أنه مصعب شعر بنور الإسلام في وجهه قبل أن يعلم عمال يسمع قال يسمع منه وكان حسن الصوت في أداء القرآن والقرآن هو البلاغ للعالمين ما إن ألقى القرآن على الصحابي الجليل الذي نعرفه جميعا حتى رؤية الإسلام في وجهه ورؤية الاستجابة السمع لرسول الله لمصعب فإذا بالإسلام يضئ في وجهه فإذا به يعود إلى قومه ويقسم عليهم بقسم أن كلكم أطفال ونساء جميعا أسلموا في وقت واحد فهيأت المدينة لاستقبال الإسلام والصدق مع الإسلام وكان منها الفتح إلى جميع البلاد ولم ينقص هذا أبدا من قدر مكة في مكة التي خرجت هؤلاء الرجال الذين فتح الله بهم المدينة وما بعدها وإذا لا غرابة أن نرى الدعوة بعد هذا دعوة عالمية بكل معنى الكلمة ما هيش قاصرة على قبيل دون قبيل أو ناس دون ناس وإنما دعوة للعالمين ولابد للمسلمين أن يعطوا الدلالة على أنهم أهل وأصحاب دعوة يعيشون لها لا لغيرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر